ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية نجزجرية تعالجها مصالح الشرطة بمنطقة أمنى بن دباب عين قادوس بمدينة فاس حيث أصفرت الأبحاث والتحريات المنجزة فيها عن تحديد هويات مشتبه فيهم وتوقف واحد منهما مساء أمس الأحد هذا وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به الموقوف في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه من دو الصوابق القضائي العديد ويشكل موضوع مذكرات بحث على صعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة فاس وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض هذا وقد تم إداعو المشتبه فيه البالغ من العمر 36 سنة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية فيما لازالت الأبحث والتحرية جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب